السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم درسنا بيكون عن الديدان الحلقية من كتاب أول ثنوي أحياء قبل ما نبدأ الفيديو لا تنسوا تشتركون في القناة عشان يوصلكم كل جديد أول شيء عندنا أن الديدان الحلقية عندها خصائص وهذا الشيء معروف في بداية كل حصة أحياء نطلع خصائص الدس أو المخلوق اللي نبغى نتكلم عنه اليوم أول شيء عندنا التقسيم حقية التجويف الجسمي تناظر جانبي بداية الفم وهذا مهم جدا عند إيش الديدان الحلقية في عندنا في الفكرة الرئيسية أن هذا جسم الديدان الحلقية مكون من قطعا أي حلقات لماذا علل لماذا الديدان الحلقية مكونة من قطع أو حلقات لماذا لتتمكن من تكوين أنسجة متخصصة وتكسبها فعالية أكثر في الحركة هذه الددان الحلقية وين توجد؟ توجد في الطربة وفي كل مكان إلا في الأماكن المتجمدة في مناطق القطبية والرمال الصحراء الجافة إذن هذه الأماكن ما توجد فيها إيش الديدان الحلقية؟ صف خاصيتين مهمتين تختلف أنا لماذا شددت عليها مهمتين؟ ليس أي شيء تختلف فيها الديدان الحلقية عن الديدان الأسطوانية تشبير جسمي والطقسين الآن لدينا هنا هذا الشكل دودة الأرض الآن نتعرف عليها أول شيء نتعرف على قسم قسم هنا لدينا مفاتيح نضعوا معي الجهاز الهضمي نضع عليه مثلث والجهاز الدوراني نضع قلب جهاز الإخراجي مربع جهاز العصبي دائرة وتركيب التكاثر خط مستقيم تركيب الحركة خط مائل إذن نبدأ هنا الشرج حطينا مثلث إذن هذا إيش؟ من ضمن جهاز الهضمي إيش كمان عندنا خلينا نشوف مثلث مثلث هنا عندنا الأمعاء الأمعاء من إيش؟ من جهاز الهضمي نذهب نذهب عندنا هنا إيش؟ الفم من جهاز الهضمي أول شي نبدأ بالفم الفم لتناول الغذاء نروح هنا لعند الأمعاء هضم أو انتصاص الغذاء نروح عند الشرج إخراج الطعام الغير مهضوم الحين نروح عند الجهاز الدوراني أي القلب نروح عند القلب وين في قلب؟ عندنا هنا القلوب و بس إذن بس واحد الحين نذهب للمربع أي جهاز الإخراجي جهاز الإخراجي عندنا نيفريديا بس هذا من الجهاز الإخراجي أنا نسيت أحكي هنا في الجهاز الهضمي عندنا هنا عندنا القانصة والحوصرة تخزن للطعام والقانصة تطحن الطعام نسيت أقول لكم عليها هنا بعدين عندنا الجهاز العصبي أي تائرة عندنا الدماغ هو جزء من الجهاز العصبي وبعد بس حكينا هنا تركيب تكاثر تركيب حركة نروح عند السرج نروح عند هنا عندنا هذول يساعدون على الحركة أعطينا لحط خط متعرج نروح عنده إذن هذول يساعدون على الحركة تعرفنا على اجزائها كيف ستنفذ هذه أول شيء عن طريق جلدها عن طريق المائية الخياشيم والطريقة التทريق السريح وتحافظ النفريديا ايضا على اتزان الداخلي السوائل في جسم الدودة يعني النفريديا وظيفتها الاتزان الداخلي وايضا نضع هنا وظيفة النفريديا ايضا الاخراج عندنا الحركة كيف تتحرك هذول يحركون الديدان الحلقية اول شي عضلات دعامي المائي عضلات طويلة عضلات دائرية صلب عندنا هنا هلب ما معنى الهلب الهلب هي عبارة عن اشباك صغيرة تنغرس في التربة ليش على تثبيت الدودة وايش بتساوي مساعدتها لحركة هنا عندنا وضح علاقة كيف تعمل عضلات طويلة مع العضلات الدائرية كيف تعمل تعمل على اول شي عضلات استطارة الحلقة يعني انقباضها كده انبساط انقباض الحين ننتقل للتكاثر التكاثر ديدان الحلقية جنسيا ولا جنسيا والديدان لو كانت في معظم الاحيان يعني تكون خلطة السرج هو عبارة عن عدة حلقات منتفخات في الجسم الدودة ينتج شرنقة نروح عندي الشكل وين السرج هنا السرج شوف كيف شكله بارز عن باقي الدودة تنوعت هذه الددان الحلقية الى ثلاث طوائف اول شي طائفة قليلة الاشواك طائفة عديزة الاشواك وطائفة الهيرودية هيرودينة حين نتكلم عن هذول الثلاث في هذا الجدول بس عندنا هنا ماذا قرأت صف المواطن البيئة لين يتواقع في الددان الحلقية الثلاث هذا المواطن الاشواك يعني يبغى مواطنهم اذا الجواب كلاتي كله هما متطفل يمتلك مواصد هذا السؤال مو مهم جدا انا ستطبط عليه هنا بعدين هذا السؤال مو مهم بس هذا مهم وهنا نعرف ان كلهم متطفل وتمتلك مواصد وتتسخ في جسم الانسان الحين نتكلم عن هذول الثلاث تنوع بس قبل ما نبدأ عندنا تؤدي الدان الحلقية دورة مهما في البيئة لماذا تفيد النباتات والحيوانات والانسان الحين نقارن بيناتهم بين الهيرودينة وعديدة الاشواك وقليلة الاشواك قليلة الاشواك مثل ايه؟ دودة الارض عديدة الاشواك مثل دودة شوكية من اسمها هنا شوكية؟ هنا اشواك الهيرودية دينا العلق الطبي دودة الارض توجد وين توجد اشواك قليلة في معظم حلقات الجسم تعيش على اليابسة تربة رطبة وهنا عندنا ان تتغذى عليها كثير من الحيوانات الان نذهب الى الدودة الشوكية اعظم حس معقد لمعظم حلقات الجسم العديد من اشواك لها اسم جسم مياه البحر تعيش في مالحة تحول البقاء المواد العضوية في المحيطات الى ثاني اكسيد الكربون تستعمله العوالق عندنا هنا هيرودينا مثل العلق الطبي لا يحتوي جسما على اشواك غالبا هذا جسم ما يحتوي اشواك موسط امامية وخلفية ومياه العدد بيعيش فيه ويساعد على استمرار سهران الدم بعد ايش بعد العمليات الجراحية الدقيقة يعني هنا ايش هنا قررنا بين قليلة الاشواك وعديد الاشواك والهيرودينا وذول كلهم من ايش من الديدان الحلقية ليه؟ هنا هنا تنوعت الديدان الحلقية الى ثلاث طوائف اذا ما هي الثلاث طوائف عند الديدان الحلقية هذه قليلة الاشواك وفي مثال على كل واحدة فيهم عديمة الاشواك والهيرودينا وهنا في مثال على الطبي دودة الشوكية ودودة الارض ومثل ما تكلمنا فوق ان الانظمة البيئية ليش؟ ليش اللا عددنا الحلقية مفيدة انظمة البيئية اذ لانقاذ النباتات والحيوانات والانسانات وبس كذا منكون خلصنا من درسنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة